أهلا بكم، نهضة تنموية في جميع أنحاء البلاد وفي شتى المجالات لم يعيقها الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بدأت منذ جائحة كورونا وتعمقت مع الحرب الروسية الأوكرانية ولكن حركة البناء والتطور لم تتوقف يوما في مصر شركة لا نصر للكيمويات الوسيطة احدى قطرات تنمية رئيسية في مصر والتي أنشئت عام 1972 وتضم مصانع عدة لإنتاج الغازات الطبية والصناعية والمخصبات الزراعية السائلة والصلبة والمطهرات والمعاقمات بالإضافة إلى خزنات ومواسير الفايبر جلاس الشركة تضم أيضا مصانع تنتج المبيدات الحشرية والكلور والصود الكاوية وإنتاج أكسيد الهايدروجين والذي يدخل في صناعة المنسجات والورق والعديد من الصناعات الدوائية والغذائية والبترولية وأيضا إنتاج حامد الكابريتيك المركز إضافة إلى مصانع الأسمد الفوسفاتية والمركبة تتميز مصانع الشركة باستخدام أحداث تكنولوجيا العالمية والتقنيات الحديثة والمتطورة في مجالات عملها مما أدى إلى الجودة العالية للمنتجات مع الحفاظ على البيئة من كافة أنواع التلوث ولخدمة قطاع الزراعة بمصر ولتصدير الفائض افتدح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الأسمد الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والتابع لشركة النصر للكيمويات الوسيطة حيث يتكون المجمع من خمسة قطاعات رئيسية بإجمالية تسعة مصانع ومرافق صناعية هذا بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحري متخصص لتصدير الأسمد السائل والصلبة شركة النصر للكيمويات الوسيطة شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط فهي أحد الصروح الصناعية المصرية والتي تتماشى مع فلسفة ورؤية الجمهورية الجديدة شركة النصر